إذن مشاهدين الكرام نجدد لكم التحية و نمسي بالخير على كل ما ننضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات و تحت شعار عطلتنا غير نظم نادي البطائح الثقافي الرياضي البرنامج الصيفي صيف الشارقة 2022 برعاية مجلس الشارقة الرياضي نتعرف على فعاليات النادي الصيفية بشكل موسع من خلال طبعا ضيوفي في الستيديو و لكن بعد هذا التقرير البرامج الصيفية خطوة إلى طريق تنمية المهارات و استثمار الأوقات في العطل الصيفية لكل ما هو مفيد و من هذا المنطلق نظم نادي البطائح الرياضي الثقافي البرنامج الصيفي صيف الشارقة 2022 تحت شعار عطلة نغير بهدف تنمية مهارات الطلبة و الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية شاركت في برنامج الصيفي في البطائح و تعلمت ويد أشياء منها صناعة الأسابر و سقية الطيور و زراعة النباتات و استفت ويد من البرنامج هذا تضمن البرنامج العديد من الفعاليات و الأنشطة الثقافية و الرياضية و التوعوية و الترفيهية كرياضة الشطرنج التي تسهم في إكساب الصبر و التأني و دورة الروبوت و الذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تعزز من أهمية مواكبة التطورات التقنية و التكنولوجية بالإضافة إلى ورشة المهارات اليدوية اليوم تعلمت ويد أشياء حلوة وهو الأشياء اللي حبيتها و ويد و الرسم و الرياضة و الرحلات و المسرح عندهم أشياء حلوة و استمتع ويد استركت في برنامج الصيفي لنادي البطايح تعلمت ويد أشياء يديدة نفس البرمجة و أشياء يديدة عن الريبوتات وبعد تعلمت عن الرياضة تعلمت أساسيات كرة سلة نفس تعلمت عن أشياء كرة سلة و تعلمت بعد ويد أشياء نفس يعلمونا أشياء في كيف نسوي ريبوتات و كيف نصنع أشياء أن نقوم بإمكانك نطور ذكائنا مع الأشياء الإلكترونية البرنامج الصيفي الذي يأتي بالتعاون مع مجلس الشارق الرياضي لم يخلو من الورش الممتعة والعديد من البرامج التقافية المختلفة والتي نرجو من خلالها أن تكون البذرة الطيبة لنشر وترسيخ الثقافة والفنون لدى أبنائنا واستعدادهم الجيد للعام الدراسي الجديد إذن مشاهدينا وللتعرف أكثر على فعاليات نادي البطائح الصيفية يسعدنا ينتواجد معنا في الأستيديو الأستاذ عبدالله بن سلوم الكتبي وهو عضو مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي ورئيس اللجنة الثقافية والإعلامية والطفلة غميلة الكتبي وهي إحدى منتسبات النادي والمعسكر الصيفي ساكم الله بالخير يا مرحب يا طوي العمر كيف الحال؟ ساكم بخير غميلة كيف الحال؟ بخير الحمد لله ما حالتك؟ بخير والله طيب إن شاء الله؟ أي يا رب الله يسلمت طيب يعني أستاذ عبدالله حدثني عن هذه البرامج الصيفية التي تقام ضمن هذا المعسكر الصيفي وكذلك بالتنسيق مع مجلس الشارق الرياضي كيف بدأ الاستعداد ومنذ متى؟ بدأ الاستعداد تقريبا قبل البرنامج تقريبا بشهر أو شهر إنتي تقريبا طبعا تم الاجتماع مع مجلس الشارق الرياضي مع اللجان الأندية كلها بعد ذلك تم وضع أجندة للبرنامج والفئة المستهدفة والبرامج التي تكون في هذا البرنامج الصيفي بعد ذلك شكلنا كلجنة ثقافية فريق عمل وضعنا الأشياء المهمة والأشياء التي نشارك فيها من خلال هذا البرنامج صحيح البرنامج يستهدف فئات عمرية تبدأ من سن كم ولغاية؟ طبعا المستهدفة هي من 7 سنوات إلى 14 سنة من الجنسين؟ من الجنسين نعم بنات وأولاد صحيح طبعا لا شك بأن نادي البطائح من الأندية كذلك المشهود لها بالتفوق في مجال الأنشطة الصيفية وهذه اللقطات توضح جزء من الأنشطة التي تنظم في هذا المعسكر الصيفي غميلة شحالت؟ بخير ساتش بخير؟ بخير طيب حدثيني عن نادي البطائح متى انتسبتي للنادي؟ متى أول يوم دخلتي في النادي؟ أول مرة أني أدخل النادي فأنا أول مرة أني أغني فعالما أعطاني فرصة أني أغني وأشياء حلوة كما أتمنىك طبعا أول شيء أنا دخلت حصة القرآن وأنا أكثر شيء نحبيت أني حصة القرآن وأنا أعلمنا كيف نقرأ القرآن وكيف نحفظ القرآن وكيف صوتنا يكون حولة في القرآن وكيف نرات القرآن مع بعض والثاني شيء الأبلا كانت تعلمنا كيف نرسم والتلوين كانوا يبوني فخارات ونزيني الفخارات والشواء حلوة كانت وثالث شيء كنا نسوي شوارما والبرقر والبطاطا والبونكيك الشواء حلوة هذا رابع شيء كنا نسوي رياضة ونركض ونعبها الشواء حلوة كانت الشواء حلوة ممتعة وخامت شيء مكان عود بارد وهو المسرح كانوا يعقوننا مسرحيات عن التنمر عن شيء سلطاني كانت وائد مضحك والشواء حلوة عن الممتعة وهو بس صحيح طيب يعني كل هذه الأشياء الجميلة الممتعة التي ذكرتها بالنسبة لك كانت دافع وحافظ أن أنت تشتركين في نادي البطايح نعم طيب وكذلك زميلاتك التي معاك في المدرسة أو حتى في الفريج بعد حد منهم مشترك معاك نعم في ربيعات اسمها روضا محمد هي مشتركة معاي في النادي هي كانت ربيعتي كانت صفي طيب أول سنة هذه تشتركين صح؟ لا اشتركتي قبل بعد كل زمان ما شاء الله عليك كل سنة تشتركين كل مرة اليوم يعني داوم طيب يعني استاذ عبد الله هناك تنوع في الأنشطة الصيفية مثل ما ذكرت غميل الله يحفظها بأن كذلك هناك جانب ترفيهي هناك جانب تثقيفي هناك جانب ديني هناك جانب رياضي حرستو أنتو في مجلس الإدارة على وجود هذا التنوع شوف أخي يعني التنوع هو مطلوب مثل ما تعرف أخي أولادنا وبناتنا ما شاء الله عليهم كل واحد لما هو بخاصة صحيح فالتنوع هذا يعطيهم دافع لاتجاه للهواية أو اللي يحبه يعني الرياضة أو سواء كان رياضية أو ثقافية فالجهة اللي هو يحبه يعني عرفت كيف صحيح فهذا التنوع يعطيهم يعني شوية دافع أنهم يقومون بأعمال سواء كان حرفية أو رياضية أو ثقافية صحيح فعندك بعد عندك مثلا الخطة العربي ممارسة الخطة العربي عندك حفظ القرآن ما شاء الله فيه فئة ممتازة في البرمان بتنافسي علي يعني هذه من ضمن كذلك الأنشطة الثقافية نعم اللي ركزت عليها اللجنة المعنية في تنفيذ مثل هذا النشاط الصيفي في نادي البطائح نعم نعم تركزنا حين على الأمور الثقافية عندك فن الخط العربي عندك تلاوة القرآن فهي من الأمور اللي مستحبة طبعا الناس أول ما سجلوا عيالهم أول شيء يسألون في تحفيظ قرآن في تعليم الخط العربي نحن نكلمهم ونقولهم يعني موجود هذا وإن شاء الله يعني يستمرون ويكرون إن شاء الله يفترض أفضل وأفضل إن شاء الله في السنوات السابقة يعني كان كذلك هذا المعسكر ينظم ويمكن في هذه يعني عام بعد عام تفتحون مجال أكثر لعدد أكبر للمشاركة صحيح؟ نعم أخي الأعداد السابقة كان أقل عن شيء الآن تقريبا ما يقارب 100 طفل من الجنسين ولد والبنت طبعا هنا كان التسجيل ما شاء الله أكثر عن الميلاكنا بسبب ضيق المكان والجرعات الاحترازية فقابلنا للميلاك أمي الطفل نعم إن شاء الله صحيح غميلة شيء رحلات أو الفعاليات داخل النادي؟ أكيد فيه فعاليات ورحلات أشياء حلوة يعني منها نحن صارنا متحف متحف التحات في تبي يعني هم كانوا يعطونا أشياء عن شيخ زايد هو الشيخ زايد اللي هو كان يستغل أشياء يعني أشياء كلمة عن شيخ زايد عن شيخ السلطان عن شيخ محمد أشياء وائد كانت حلوة يعني يعطونا عن الدول ويعني دخلنا كأن جلتنا في المسرح ويرامونا فيلم عن شيخ زايد الله يرحمه ويخبر له آمين صحيح يعني الحلو فيه والجميل والملفت في الفعاليات والأنشطة في نادي البطايح يعني اللي تفضلت وذكرتي أنه فيه جانب ثقافي تعليمي ديني رياضي واجتماعي وتحفيظ قرآن طبعا مثل ما ذكرنا وفيه رحلات خارجية كذلك صحيح هذه الرحلة الأولى اللي شاركتوا فيها فيه رحلات ياية بعد صحيح صحيح مستعدة لها هي وائد زين يعني مثل هذه البرامج اللي اليوم تقدم من خلال نادي البطايح أتوقع في فترة الجائحة تحول جزء منها أو تحولت كلها تقريبا إلى برامج افتراضية كانت عن بعد صحيح نعم كانت عن بعد الفترة السابقة تعرف يعني حنا ما بغينا نوقف نفس البرنامج الصيفي فكان يعني الأطفال ومشاء الله يعني تجمعهم في النادي شوي صعب كان فحنا فتحنا باب تلجيل عن طريق المحاضرات والمصابقات تكون عن بعد صحيح المصابقات فيه مصابقات فيه ندوات فيه محاضرات من هالأمور يعني صحيح أستاذ عبدالله ذكرت لي بأن تستهدفون الفئة من سبعة عوام وحتى أربعة عشر عاما صحيح من الجنسين نعم طيب ما هي الخطة اللي وضعت من قبل مجلسي دارة النادي لاستقطاب هذه الفئات للمشاركة والتسجيل في هذا المعسكر الصيفي شوف طال عمرك حنا ما شاء الله العداد ما شاء الله كان كبير يعني نوعا ما طبعا حنا كخطة النادي نشوف الأطفال هذي له ونشوف مواهبهم وطبعا ندمجهم في النادي فكل واحد على حسب هوايته مثلا سواء كان رياضية أو ثقافية فحنا نشوف الأطفال هذي ننمي مواهبهم من ثماء ندمجهم في النادي يكونون جزء من النادي صحيح طيب يعني جزء من هؤلاء المشاركين معاكم يعني ليسوا منتسبين من ضمن يعني لاعبين نادي في الألعاب والرياضات المختلفة فهل من هذه المجموعة التي تسجل اليوم يعني هناك اكتشفتوا في موهوبين في ألعاب مختلفة في الرياضات متنوعة وبالتالي تم انضمامهم أو تسجيلهم شكل رسمي نتكلم ما بس في هذا العام حتى في الأعوام السابقة هل اكتشفتوا لاعبين جيدين في الرياضات مختلفة؟ والله الحمد لله فيه فيه اكتشفوا بعض المواهب يعني عندك مثلا لعب شطرانج عندك تنس طاولة حتى عندك لعب كرة القدم فماشاء الله فيه يعني فيه أهم مجموعة من الأطفال ماشاء الله عليهم عندهم يعني مواهب وعندهم يعني طموح حانهم يعني في المستقبل يكون يعني مضمين فيها الناضي هذا صحيح صحيح جميل طيب ماذا عن كذلك الأسابيع هذه أتوقع كل السبوع مرتبط بنشاط معين ولا تسمية معينة صحيح؟ نعم حان طال عمرك يعني كل سبوع سميناه يعني مثلا أول سبوع هنا الشارقة ويتكلم عن الشارقة وأهم الإنجازات التي حصلت عليها كعاصمة الثقافة العربية وعاصمة الإسلامية وطبعا السبوع الثاني كان عن الثقافة الرياضية ويتكلم عن أهمية الرياضة في جسم الإنسان والسبوع الثالث عن الهوية الوطنية طبعا تكلم عن الهوية الوطنية وانتماء الأطفال للهوية الإماراتية والعادات والتقاليد السبوع الرابع هو عن أنا رياضي وهذا يعني هو تعطي دافع للطالب أو المنتسب للبرنامج أنه يقوم برياضات مختلفة وتشجيعهم على الرياضة هناك من خلال هذا البرنامج فيه بعد أنشطة مستمرة يعني كرياضية ثقافية طول صحيح يعني هو نادي البطائح نادي رياضي ثقافي نحن تحدثنا عن الانشطة الثقافية وتحدثنا عن جزء من الجوانب الرياضية لكن يعني هذا المعسكر يتضمن كذلك بطولات رياضية تنظم للمنتسبين ولا طال عمرك حن كبطولات رياضية فيه تنسيق بيننا بين النوادي المحلية نشوف الأطفال اللي يرغى في المسابقات فيها يعني له طموح يعني أنه يعني شارك في مسابقات معينة كون فيه تنسيق بيننا وبين النوادي الأخرى صحيح في حال تطلب ذلك أنهم يشيرون يعني أو يشاركونوا إياهم صحيح النادي لا شك بأنه حريص كذلك على سلامة وصحة هؤلاء الأطفال أو المشاركين باختلاف فئاتهم العمرية منذ دخولهم للنادي وحتى عودتهم إلى منازلهم فما هي الإجراءات الصحية والوقائية التي تبعد فيها والله طال عمرك حن عندنا بدأت أول ما يدخل الطفل عندنا هناك فيه شخص غيط الحرارة التباعد الجسدي بين الأطفال طبعا إذا كان مثلا الأطفال هذي لما فاحصين بشئار قبل ما يدخلون هذه لما ما في مشكلة بتقول يعني يوم ما في مشكلة صحيح ندمجهم على الأطفال اللي يكونوا ما فاحصين نفس الشي يعني الطفل نشوفها مريض أو شيء شذي نعزله ونسوي الفحوصات يعني صحيح ويكون هذا الشيء بالتمرار يعني صحيح غميلة أنت متفوقة في المدرسة من الطالبات المتفوقات طيب الطالب اللي متفوق في المدرسة يقدر بأنه كذلك يمارس هوايته بشكل طبيعي ويسجل في النادي ويكون كذلك متفوق في المدرسة ومتفوق في النادي كيف ممكن أن يكون متفوق في الاثنين يعني هو مشترك معي ومشترك نادي ثاني من أولاد صحيح في نادي الكرة نعم مو مو معنا طيب أنتو بالنسبة لكم يعني مثل هذا المكان في نادي البطايح تقدرونكم تمارسون هذه الهوايات وتشاركون في المسابقات وتفوزون فيها وتحققون فيها البطولات هيا والله يعني أنا أنا كنت صغيرة كنت أسير كلمة هذا جسم خاص فأنا أول مرة يعني نادي البطايح هذا التقافي الشاح حلوة ممتعة يعني أحسن من الجمهات الخاصة صحيح طيب والحين نادي البطايح صعد لدور محترفين بتشجعينا في دور محترفين أكيد وائد مفتبخرة وائد يا سلام يا سلام وإن شاء الله لهم يعني لا شك بأن مثل هذا يعني الحديث وهذا الإطرام من صغار السن حافظ ومسؤولية لكم كم تتحافظون يعني نعم الله طويل عمر الله سلم يعني لا شك بأن هذا الاستحقات القادم يعني يمكن نوعا ما بنخرج شوية عن خارج المعسكر الصيفي وبنرجع للمعسكر يعني صعود النادي في فترة وجيزة أحد أحدث الأندية الوليدة في الإمارة نادي البطايح لا شك بأنه يضاعف من مسؤولية مجلس الإدارة لتقديم ما هو مرضي للقيادة والحكومة ولي كذلك المشجعين ومنتسبين ما شاء الله اليوم الصغار يعني يتمنون لكم كل التوفيق ويفتخرون بكم كذلك الله يطول عمار يعني في هذه الجزئية ما هو توجه مجلس الإدارة إن شاء الله ولقال عمرك يعني ما شاء الله يعني نادي البطايحة تقريبا حصل على أربع جوائز تقريبا وتأهل لدور المحترفين فالحمد لله يعني وتوجه النادي هو يعني طموحه أكبر عن كذيه في المستقبل إن شاء الله وإن شاء الله بنكون يعني عند حكم ظن الجميع إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقكم غميلة يقولون بأنك أنت محاضرة ومجهزة قصيدة طيبة وهذه القصيدة بتهدينها لوالدنا ووالد الجميع أول شيء يقول إلي القصيدة مهدى لمنو وبعدين أريد أسمع منك القصيدة قصيدة عن شير السلطان الله يحب الله آمين يا نبضي القلوب طيب ممكن نسمعها؟ أوكي 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 ما بنعم يعني منك طيب اتفضلي يا شيخنا سلطان يا نبضي القلوب مجلس ما كله عيون تعانق من نور وجهك نورنا ما لها غروب يمنى كده بالعطايا السابقة يا شيخنا سلطان يا نبضي القلوب مجلس ما كله عيون تعانق من نور وجهك نورنا ما له غروب يمناك دايم بالعطايا السابقة للشارجة بين الذرة عزم حسوب تبقى الجواهر من غلاها الفارقة من بحرها وجبالها ومن كل صوب أمست عروس في بحر خيرك غارقة ذكرك عطر كل النسايم والهبوب أروحنا بخصون ظلك وارقة لبتها بشت الفخر والعز توب شمسك علينا بالمكار مشارجة في شوفتك تعشب وتبسم دروب يا أبا اختبابا نكف طيبك ضارقة سلطان الله يحفظك بين القلوب الله يديمك في عيون العاشقة يا شيخنا سلطان يا نبض القلوب مجد السماك الله عيون تعانق من نور وجهك نورنا ما لها غروب يمناك دايم بالعطايا السابقة الله يا سلام عليك يا سلام عليك شاء الله يحفظك أبدعتي ما شاء الله عليك ما شاء الله دايما نشوفك متفوقة في كل المجالات في التعليم في الدراسة وفي الرياضة وفي هواياتك كذلك اللي تمارسينها يا خميرة أنا لشغل أن يكون أغنيا أنا واجح بشيخ سلطان الله يحفظنا أنا خاطر يروح عنده لكن لم أصرت صحيح إن شاء الله أنك تشوفينه و تسلمين عليه وهو كذلك يحبك و يحبنا كلنا إن شاء الله الله يحفظك و يوفقك إن شاء الله غميله يعني أنا لا شك بأن مثل هذه المبادرات التي تنظم من قبل نادي البطائح و حرصها على مشاركة كافئة الفئات العمرية هي في حد ذاته يعني مسؤولية تضاف إلى المسؤوليات الأخرى التي تعنى بمجلس الإدارة أعتقد اليوم كل الخدمات متوفرة بشكل مجاني حتى فيما يخص تنقل هؤلاء الأطفال من المنازل و حتى النادي و عودتهم كذلك صحيح؟ نعم هو طالع من الكثير رسوم رمزية بس لدخول البرنامج و طبعا متوفرة للحافلات الحافلات مع مراقب يكون في الحافلة أو مراقبة على حسب الجنس طبعا هناك هذا البرامج أنت لو تشوف برامج متنوعة برامج كثيرة الحمد لله فالرسوم هذه شيء بسيط يعني ليس شيء بدافع الحرص على أن يلتزم المنتسب في حضوره من اليوم الأول و حتى اليوم الأخير نعم نعم مو عبارة نفسها نعم التعهد أنهم يكونون ملتزمين في التواجد تواجد في التواجد صحيح لأن تعرف أن تتوزعهم كمجموعات و هذه المجموعات نكلفهم بعمل معين أو شيء فأنبعهم من التزمين طوال مدة البرنامج نفسها صحيح أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في تحقيق الأهداف التي من أجلها جاء تنظيم هذا المعسكر الصيفي و كذلك مواصلة التفوق في كافة المجالات الرياضية والثقافية في نادي البطائح الثقافي الرياضي شكرا جزيلا السادة عبدالله الله يحببك شكرا يغميلة و إن شاء الله نشوفك في لقاءات ثانية سلمي على الأهل أنا حظ أغنيتين عن أبوي و عن السلطان في المرة الياية إن شاء الله شكرا شكرا إذن مشاهدينا وصلنا للختام دمتم في حفظ المولى و إلى اللقاء